بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم أبناء وبناتي تلميذ الصف الخامس ابتداء في درس جديد من دروس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد هنحل مع بعض إن شاء الله تدريبية الدرس رقم واحد المستكشف النشط من كتاب الوزارة أو الكتاب المدرس صفحة 48.49 لنتعمق في الفهم اقرأ وفكر وأجب استخدم الدكتور بونس دي ليون جهاز كمبيوتر صغير وغير مكلف اسمه إيه؟ اسمه ريسبيري باي ليه طيب؟ ليدير معالجة البيانات وتخزينها بالإضافة إلى تشغيل البرامج طبعا هذا الجهاز بحجم بطاقة الاتبان اخترع واحد اسمه ديفيد براينت وده شكله بهذا الشكل كده قد بطاقة الاتبان يعني الفيزا اللي احنا بنروح نقبط بيها مثلا ده كده هو ده الجهاز ده اسمه إيه؟ اسمه ريسبيري باي وده فايدة ايه؟ انه هو ده بيدير معالجة البيانات وبيخزينها بالإضافة إلى طبعا تشغيل البرامج وطبعا ده يعتبر هذا الجهاز يعتبر جهاز كمبيوتر بس ايه؟ بسيط خالص يمكنك برمجته لإضاءة المصابيح وإدفاقها وممكن كمان قراءة أجهزة ايه؟ أجهزة الاستشعار ولتسجيل البيانات كمان يمكنك أن تصل بهذا الكمبيوتر اللي بيتسع فيه راحة اليد يعني قد الفيزا كده هو ومن السهل طبعا انك انت تحط له لوحة مفاتيح وشاشة وفارة ومن السهل برمجته استستطيع برمجة الكمبيوتر لإجراء مهام عملية كمان الغرض منه أقول له ايه؟ ان تحضير تدريس مبادئ علوم الحسوب بالمدارس تستطيع برمجة الكمبيوتر لإجراء مهام عملية من خلال معرفتك أساسيات لغة البرمجة لقد برمجة التلميذ مثلا جهاز الرازبيري باي الخاص بهم لاستشعار حين أصبحت النباتات الموجودة في حديقة المدرسة جافة ايه اللي حصل؟ شغل الكمبيوتر نظام الرأي يعني منجرد من ان هذا الجهاز استشعر بان النباتات أو المنطقة دية جافة او حديقة المدرسة جافة ايه اللي حصل؟ ابتدى يشغل نظام الرأي طبعا بيستخدم الأفراد في كافة أنحاء العالم أجهزة رازبيري باي لتعلم برمجة الكمبيوتر وكبان بيستخدموها لإنشاء مشروعات خاصة بالأجهزة على غرار شبكات الاستشعار اللي سممتها الدكتور بونس دي ليون السؤال هنا ما المشكلات التي تمكنت دكتور بونس دي ليون من حلها باستخدام جهاز رازبيري باي تو بي طبعا المشكلات هي إدارة ومعالجة البيانات وتغزينها السؤال رقم اثنين لماذا يعد رازبير باي تو بي اختراعا مهما؟ ليه يعتبر الجهاز ده اختراع مهم؟ طبعا هذا الجهاز يستخدم في إضاءة المصابيح وإدفاقها وقراءة أجهزة الاستشعار وتسجيل البيانات وطبعا من السهل برمكته أو إجراء مهام عملية ابحث عن المعرفة ابحث واكتب استخدم شبكة الانترنت للبحث عن المشكلات والحلول التقنية التي قد تعيقك في إيجاد البيانات في حاجات معينة ممكن أو مشكلات تقنية تعيقك عن إيجاد بيانات وكمان عايزين الحلول بتاعتها أول حاجة الوصول إلى البيانات التنظيمية ده أول مشكلة ده أول مشكلة طيب الحل أقول له تحديد أهداف التحليلات وأعادة التقارير طيب المشكلة رقم اثنين ضمان أمن البيانات يعني أنا لما يعني عايز يبع عندي البيانات دي تكون في أمان الحل أقول له إيه بناء بنية تحتية بناء بنية إيه؟ تحتية آمنة اللي هو يعني بناء مستودع بيانات مركزي طيب السؤال بعد كده التخطيط الإبداعي فكر وأكتب طلب منك مدير مدرسك التفكير في طرائق لتطوير المدرسة ماء الحلولة التقنية التي يمكن تطبيقها دون أفكارك في الجدول المشكلة الحل التقني هنا هو المكتبة أصغر من أن تتسع للمزيد من الكتب المكتبة صغيرة ومش قادرة تتسع كل الكتب إيه الحل؟ الحل طبعا تحميل الكتب على أجهزة الحسوب يعني نشوف الكتب اللي احنا نعايزينها نضيفها للمكتبة بس نعمل إيه؟ نحملها على أجهزة الحسوب اللي هي الكمبيوتر يزدحم مقصف المدرسة كثيرا خلال فترة الاستراحة طب إيه الحل؟ طبعا الحل من الممكن توزيع كوبونات للطلاب ويحدد من خلالها ما يحتاج إليه يعني هو محتاج إيه يحدد في الكوبونات دي وإيه يبتدي بقى عاد يعمل إيه يخزنها في الجهاز الحسوب اللي عنده ويبتدي يعمل إيه يوزحها للطلبة سيكون من الرائع القيام برحلة ميدانية مرة كل أسبوع لكن لا توجد ميزانية لذلك إيه الحل التقني؟ التواصل مع أولياء الأمور عبر وسائل التواصل إيه الاجتماعي زي الفيسبوك الواتساب تمام؟ وفتح باب إيه باب التبرعات أنا وتكنولوجيا المعلومات فكروا أجب، فكر في الحلول التقنية التي فكرت فيها في نشاط رقم ثلاثة ثم أجب عن الأسئلة رقم واحد، ما الحل الذي تود تطبيقه في مدرستك؟ ولماذا؟ أنت في حل من نحن عندنا ثلاث حلول إحنا عرضناهم اللي هو المكتبة أصغر من أن تتسع المزيد من الكتب واللي بعديه واللي بعديه أنت تختار إيه؟ طبعا أنا أختار تحميل الكتب على أجهزة الكمبيوتر، ليه؟ لأن المكتبة لا تتسع لمزيد من الكتب وبالتالي أنا أستطيع أن الطلبة يدخلوا على أجهزة الحسوب ويقروا الكتب اللي هم عايزينها السؤال رقم اثنين من سيستفيد من هذا الحل؟ من اللي يستفيد من الحل ده؟ طبعا اللي يستفيد من الحل ده جميع الطلاب طب رقم ثلاثة كيف يمكن أن يستفيد أو يستفيده؟ هيستفيده إزاي؟ طبعا هيستفيده بأن الكتب الغير موجودة في المكتبة تكون متواجدة ومتاحة على أجهزة الحاسب أو أجهزة الكمبيوتر بكده يا حبيب ننتهي من حل الدرس الأول من الرحوة الرابع المستكشف النشط صفحة 48 و49 أدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة